في التسريب الصوتي الذي أثر زلزالاً في الأوسط السياسية والشعبية وعبر منصات التواصل وأثر غرابة الموقف والقضية حيث يستدعى رئيس هيئة النزاهة إلى القضاء التسريب لصوت حنون وهو يتحدث عن ما اقترفه سائق رئيس بلدية العمارة السابق بحدثه عن إرسال مبالغ ضخمة تضمنت 750 مليوناً ثم 900 مليون دينار عراقي بالإضافة إلى سيارة كذلك سوداء وصلت إلى منزل حنون في بغداد كان هذا التسريب بداية لانكشاف باب من الأسرار المرتبطة بأرض في قضاء ميمون التي بنى عليها حنون منزله ما زاد من تعقيد الأمور وزاد الضغط على هيئة النزاهة كانت الهيئة قد وعدت بعقد مؤتمر صحفي لشرح الموقف والرد على التسريبات ولكنها فجأة تراجعت عن هذه الخطوة ما زاد من حالة الشك والارتياب لدى المواطنين هذا التراجع المفاجئ أعاد إشعال شرارة فقدان الثقة في نزاهة الهيئة وانتشرت التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي كيف يمكن أن يصدر هكذا التسريب من أعلى الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد في العراق هذه الكلمات كانت بداية خيوط قضية معقدة بدأت تلقي بظلال الشك حول نزاهة المؤسسات العراقية ثم تلتها تصريحات رئيس هيئة النزاهة في مؤتمرين الصحفيين الأول في تموز الماضي والثاني في أربيل قبل أيام سيما بعد أن تصاعدت الضغوط من الشارع العراقي ونواب لجنة نزاهة أنهى مجلس القضاء الأعلى الجدل وأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وفق معيار العدالة مقررا في جلسته العاشرة أن معظم الإدعاءات التي أثرت بلسان حنون خلال مؤتمر أربيل كانت مجرد محاولات لتضليل الرأي العامة ومع ذلك بات من الواضح أن قضية حنون والتسريبات المتعلقة بها فتحت أبوابا جديدة للتحقيق مما يعيد للأذهان قضايا فساد كبرى لكنها أثبتت بحسب السياسيين جدارة القاضي فائغ زيدان ومجلس القضاء الذي يمثل صمام أمان للاستقرار في البلاد ترجمة نانسي قنقر